الشيخ محمد من تونس سلطة أسئلة سأأخذ سؤالين سؤالها من لم يصلي في المسجد تقول ترك الصلاة تهاونا وصلى في بيته هل صلاته مقبولة؟ بالنسبة للصلاة في الجماعة نقول قد اختلف العلماء في الصلاة في الجماعة هل أقوال ثلاثة؟ والكلام فيها يضغل قد تكلمنا عليها مرارا لكن نقول إن المترجع في ظواهر الأدلة أن صلاة الجماعة واجبة ويجب على الإنسان أن يأتيها ما سمع الندى وكان مستطيعا والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مم مكتوم وقد جاء في صعير مم مسلم وكان رجلا أعمى قال النبي عليه الصلاة والسلام تسمع الندى قال نعم قال إذن فعجب وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس من التأكيد على ذلك وأن أصى أن الإنسان إذا سمع الندى وجب عليه أن يأتي إلى المسجد جاء في ذلك معاني في حديث عبي هريرة في تحريق البيوت نحو ذلك لكن لو أن إنسانا صلى متعمدا ويسمع الندى ولم يأتي المسجد هذا صلاة وصحية نقول صلاة وصحية مع الإثم وقد فاته أجر التضعيف والتفضيل الفرد على الجماعة وكذلك أثم بعدم إجابة الندى فإجابة الندى أمر منفك عن صحة الصلاة على الأرجح في أقوال العلماء أحسن الله إليكم هنا